مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يجعلها عند أقرب مستوى من تصنيع قنبلة نووية هذا ما ورد في تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت فيه إن إيران وفي تحدي للمطالب الدولية زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى حد يقارب المستويات المطلوبة لتصنيع القنابل النووية ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغت نحو 165 كيلو جرام بينما ارتفعت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى نحو 814 كيلو جرام بشكل ملحوظ خلال ثلاثة شهور فقط أوضح تقرير الوكالة أن تهران تصر على منع المفتشين النوويين من مراقبة برنامجها النووي مع السمرار تعطل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة عن العمل ترفض إيران تقديم إجابات حول نتائج التحقيقات السابقة بشأن أثار اليورانيوم قرب بعض المنشآت السرية ترجمة نانسي قنقر